موسيقى انما السريد برينتر بيعمل السنان بتاعت المريض نفسه موسيقى كل ما اعتقد ان احنا وصلنا الى القمة تبني ان احنا لسه قدامنا قمم اخرى موسيقى موسيقى التقويم كان قابل كده بيعمل لا اي بصر دي انا بلعب لوحد موسيقى بقول لكم ايه بقى روح على المال يعتوني الجهاز دي موسيقى الاستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الاسنان بكل طب اسنان جماعة عين شمس دكتوراه علاج الجزور بجماعة عين شمس ماجستير علاج الجزور جماعة عين شمس زميلة كونجرس العالمي لزراعة الاسنان عضو الجمعية الامريكية لعلاج الجزور المدرب المعتمد من جمعية العالمية لطب اسنان الرقمية موسيقى اهلا بكم في ناس كتير قوي على فكرة دلوقتي عمدها كونسب تغريب جدا خصوصا باين جدا على وسائل التواصل الاجتماعي تلاقي حد مثلا عنده سنانه مفقودة او سنانه غير موجودة او غير جيدة او فيه ما في الشكل هو مصدق شخصيا انه هو كده حلو قوي انا كده واقابل نفسي كده والمفروض غير يقبلني كده الحكاة دي في الاسنان الحكاة دي في التجميل بتتقل وده غلط شديد جدا جدا ليه برضو تقعد مع حد تقوله في عندك سنة واقعة او مكسورة ولقا صراحته الدكتور قال لي عشان السنة دي في هيزراحها وبتاع فممكن تأثر على السنتين اللي جنبها فيبنا زراعت السنة واصلت على سنتين ده فكرة كده بيقوله هو وخلاص طب انت ازاي قابل ان انت تعيش بهذا الشكل بهذا الشكل اللي مش حلو يقول لك انا قابل انا كده انا كده والعابلني عايزني كده يقبالني كده وتلاقي بقى بيكتبوا الكلام دوت على وسائل التواصل الاجتماعي وبينقلوه بعض يتلاقي واحد كاتب انا شكلي كده وعلى الاخر انه يتقبلني كده لا يا سيدي مش على الاخر انه يتقبلك كده ومش المفروض تقول كده والكرسى انه ممكن يكون حد يعني له ثقل عند الناس مسموع كلمته عند الناس غلط تماما انت فيك عيب لازم تصلحه ولازم تلجأ الى الطب عشان يصلحه مفيش ربنا ما قلتش كده ابدا مفيش حاجة اسمها انا كده وعلى الغير انه يتقبلني كده واحد امراته اسنانه وحشة ومبيزة ويقولك ايه هي بتحبيني كده وان زي من الكلام ده ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش خالص نهار ده حوار مسير للغاية ومهم للغاية والحقيقة ما اضيف مهم للغاية وطبعا بنبقى اسفعداء جدا في وجوده معنا كان في الدكتور يعني حدثوا على حرج والناس الحلوة بتسعد دائما بوجوده ايضا في حوار سيكون شديد الصراحة لان هو هنا بيكون شديد الصراحة وشديد القلم طبعا ضيف العزيز القيمة العلماء الكبيرة الاستاذ دكتور شدي عليها اهلا بيك يا دكتور ناري اهلا بيك يا دكتور ناري منور الناس الحاجة الله يخليه منورنا قبل ما ادخل في الحوار الحتة اللي انا قلتها دي الناس يبعا عندي اسنان مش مزبوطة سنة رايحة وبتاع ولاك انا كنت قابل ورادي وانا اتقبلني الناس كده زي ما انا ومش عارف ايه الكلام ده الكلام تسمعه ولا بخلاص قرر ده دي مشكلة والفكر في حاجة ان هو في مقولنا مشهورة دايما اللي لنا رد مهم اول في الموضوع ده ان حضرتك النهاردة ده نوع من انواع المرض يعني اما لما يبقى عندي سنة مفقودة او سنة فيها خراجة او سنة مكسورة كل ان هي مش واجعاني ده مش معناه ان انا ما عنديش مرض زي زي لما يبقى عندي سكر زي زي لما يبقى عندي ضغط ده حاجة تستوجب العلاج يعني ربنا خالي الداء وخالقها له الداء فلما دايما يبقى عندي الفلوانزة ده مرض انا حاجة عندي فيها مشكلة في الاسنان مشكلة لا تقل اهمية عن اي مشكلة عضوية اخرى في الجسم ده اللي انا اقصده يعني اقصدش ان فوقها او مضاعفتها او كده ان انا اقصد ان هي مشكلة عضوية فعضو من الاعضاء اللي هو السنان يستلزم العلاج ايضا عدم انتظام الاسنان ده مرض يعني انا مهاردة لما يبقى عندي السنة دي معوجة السنة دي هتحشر اكل السنة دي هتعمل للتهابات في اللاسة تعمل تجمع بكتيري تخلي ريحة بقي وحشة تخلي باستمرار فيه التهابات وقلم او لو ما فيش قلم مش دايما نترجم اس هو الفكرة فيه السنان الاعصاب اللي وصلة لها ما بتوصلش غير نوع واحد من الاحساس اللي هو الالم يعني انا عندي فيه انواع مختلفة من الاحساس ويمكن الناس دي كتير متعرفهاش في الاعصاب بتنقل ايه؟ بتنقل الالم بتنقل حرارة بتنقل طعم تزوق بتنقل ضغط كويس؟ بالضبط فالكلام ده كله العصب بتاع السنة لا يستطيع ان يترجم شيء سوى الالم فالمريض لما ما بيبقى عنده قلم خفيف يقدر يستحمله او قلم ما فيش قلم خالص فاذا ما بيقررش ان نروح للطبيب الاسناني كان عندي لسه كنت جاي من المطار مبارح من المانيا فقابليني احد المرضى احد قابليني او انا نازم بالتغرب كتور شيء دي انا عايز اجي لحضرتك بقال لي فترة كبيرة لوقتو انا مسهلا بحضرتك فقال لي انا عايز عندي سنتين معوجين ومدايقيني جدا وكلام ده كله بالسنة مش شايف ان دي مشكلة وقلتو له السنة المعوجة دي اكيد مسبق لحضرتك التهاب اكيد مدايقاك في العضة لانا كمان بعض على شفتي وانا طب ما انت انا ما هتعض بشفتك ده في حد ذاته حاجة عضوية مش مظبوطة فاذا السيكو اللي دي او التاستابه ده هيؤدي لمشكلة فكل ما هو يؤدي لمشكلة يجب علاجه ربنا بيدينا انذار بألم بسيط ده مش معناف اننا نستنى لما يبقى القلم الكبيرة عشان نروح اذا بالحوار المعرضة هياخد جوانب كثيرة يمكن الزراعة تكون بطلة الحوار في الاساس لكن كالعادة التجميل سيجي الطريقه وايضا علاقة الزراعة والتجميل والترووجيا معا هذا السلاسي الهم جدا انتعلم الجوح لبداية الحوار في الابيض والاسود والرماضي كلمة تجميل الاسنان اصبحت تضم الان علاج الاسنان ثم تجميل شكل الابتسامة الخاصة بالشخص نفسه اصبحت تجميل الاسنان رماضي رماضي ليه رماضي ليه رماضي لان انا معترض على كلمة تجميل الاسنان هي مش تجميل الاسنان هي تجميل الاتسامة احنا كل شوية منظرنا للامر بيختلف حضرتك النهاردة انا كنت بفكر الاول في السنان سنان بس وفلسطاب سنان وفلسطاب لا السنان دي بتسند بتزبط عضة تأثر على فك تأثر على عضلات وش تأثر على تعبيرات وش تأثر على تجويف موجودة وخطوط تعريج بتتوجد في الوش التيجت عضة مش مظبوطة تأثر على اسمترية شكل المحية غير شكل المحية فانا حاليا دلوقتي المعاردة جزء اساسي من تجميل الاسنان هو تجميل الابتسامة كل ما هو محيط بالابتسامة من شفة وغدود وعضلات وخد كلام ده كله فده لازم افهمين ان لما مثلا عندي حالة بالمنظر ده السنان اه شكلها راحش جدا بس نفس الوقت عضة مش مظبوطة السنان بتعود اجي تو اجي او الحاف على حاف على بعضيها الكلام ده كله يخلي الواحد لما يجي يقطب مسلا ممكن يعد شفة تحت نية زي ما احنا شايفين كده الشفة التحنية داخل الجوة الابتسامة نفسها مش مظبوطة خط الشفة ميل كلام ده كله يثبب لي ان التعريج اللي موجودة في الوش والخطوط اللي بيثموها الرنكلز دي اللي من الناس بتروح تحط فيها برطيكس وتحط فيها مش هارف ايه علشان خطر تجملها ده طب حريقا او ده الاساس لو انت عدلت اتجاهات وعدت الاسنان مش هيصبح في المشاكل دي فهو دي نقطة من رواحد وعشان هعمل كده اللي ده معالج عندي سنة مسووسة عندي سنة محتاج اتجاهها يدغير فهطلعها البرة بتركيبة او عن طريق تقويم الانتجريشن دلوقتي او التتابع مع الاسنان جنب بعضيها شايف اللي دحكة بتاعت الشخص اختلفت كلها نوشه هيختلف بعد كده خالف بتحس يوفيل او بتحس ان هو بقى اصغر سنة اه هم الزراعة ازراعة تقدمت تقدم الرهيب وطراقها الحديثة الان اصبحت اه يعني زي موجود تحتل اه الصدارة وازاحت الطرق القديمة فاصبحت استخدام الطرق القديمة في الزراعة كما يقولون بالزبط كده زي اللي بيستخدم التليفون الارضي مكان الموبايل ده ابيض اسفد ولا رمادي واضح ان ابيض 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 الحقيقة واللي ساعدنا في كده ثلاث حاجات بترتيب اهميته اول حاجة نوع الزراعة حقيقة احنا رغم من الغلاق اللي بيحصل في الاسعار وعغلو والعملة والكلام ده كله اللي ان احنا مصرين ان احنا نتعامل بالزرعة الالماني اللي هي اسمها ميدانتكا او الام ام بلانس ليه لان هي اولا بتمسك في سبع اسابيع it's very fast في معظم situation يعني في زرعة تمسك في اربع اسابيع بس ليها دواعي استخدام وفي حالات ما تنفعش فيها السبع اسابيع بتوع ميدانتكا احسن من الاربع اسابيع بتوع الزراعات التانية ليه لان احنا عندي نسبة اعلى بكتير جدا بتمسك في الاتداء دي لقطة المرة واحد لقطة المرة اتنين ان انا عندي تعامل اللاسع معاها والعظم معاها عالي جدا عالي جدا نسبة نجاحها من الزراعات الهيلة جدا الحاجة التانية الزراعات تتمسك بالمسامير والزراعات الميلة بتاعتها اللي احنا بنقدر نزرع بيها اا 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 اتناشر سنة على اربع او ستة زراعات ده وفر كتير للمريض وخلى نسب النجاح عالية جدا من انا اخد زراعات دي الزراع الميلة يمكن دي الزراع الوحيدة اللي معمولة كده في العالم واخد احسن تصميم 2016 فدي اا من الحاجات الممتازة جدا جدا في الكاعو ده القولم 4 طبعا ممكن نعمله القولم 6 ان احنا نحط اربع زراعات ونحط عليهم كبري اسنان طبيعية انه هو المريض اللي يفرق معاه ايه يا دكتور عيمان المريض اللي يفرق معاه ان هو هو مش فارق معانا احطط ايه تحت هو فارق معانا انا عايز سنين اكل بيها فانا النهاردة لما يبقى عنده سنين يكل بيها في خلال من 4 ل7 اسابية دي نقطة نمرة واحد يبقى عنده تخطيط دي نقطة التانية القشعة المقطعية يبقى عنده مش هفتح جراحة تعني له ان انا مش هفتح جراحة في معظم الاحيان استغل بالدليل الجراحي ودي اللي هي الاشعة المقطعية واستخدام الدليل الجراحي في الزراعات النقطة التالتة اللي هي مهمة انواع الجديدة من التركيبات اللي هي بتخليلي البورسلان النقي قوي اللي هو الزركونية الشفافة قوة عالية جدا احنا بنشتغل بقوة من 600 إلى 900 ميجا باسكال اللي هي كانت بالنسبة لبورسلان الزباجي 300 ميجا باسكال فده القوة بتاعته فالضعف او الثلاث اضعف وفي نفس الوقت نقدر نعمل بيه الكباري نقدر نحمل بيه الزرعات نقدر نعمل بيتربت نقدر نعمل منه شكل حلو للسا شكل حلو للسنان نظبط به الابتسامة كان اقصى امان للمريد انه يبقى عنده سنان سبتة يأكل عليها او لما يضحك يبقى فيه حاجة جوا بين لون هابيض انما ان السنان دي تبقى نسبة نجاح عليها ويعرف فيها كل حلو والسنان دي تعدل لشكل وشي ده اعلى من توقعات اللي كان بيطلبها من نام المريد وللوقت نقدر نتدور عن طريق الزرع هنسمع حالة دلوقتي نشوف هي بتشتك من ايه افكارها تخوفاتها سكانت القناة من شيئها نسمعه مهم جدا نسمع المريد فيه الكلامك عندك واكيد هنستفيد من زماعنا له اسئلة واجابات مهمة جدا انا عندي درسي مخلوق وانا جبانة جدا من موضوع الحقان والحاجات دي فقالولي كنت عايزة ارجع ركيه تاني لاني انا ما بعرفش اخد راحت في الكلام في الداحة كده فقالولي ان فيه مشكلة جيرة قوي ان انت لازم عشان تركديه تاني لازم جراحة ومشرة وغرز وغرز هتشفك وحاجات كده فلقيت الموضوع داخل جزايا عملية وموضوع صعب قوي 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 فانا انا بقلق جدا قلت لا انا مش حادر لانا اعمله هذي الفكرة اللي عند بعض الناس انه زراعة وغرز وفك وقطة بقى عملية اه ازلونج ازأ ومطلمة ان انا ما عنديش زراعة عضم عندي العضم كويس حلته كويسة في التسعين في المهم من الحلقات لا هي مش عمليه خالص احنا بنعملش يعني دليل ده ميزة دليل راح يعني دي بالنطس غمطوطة عندها سنة واحنا مش موجودة الضاحك اللي بعد الناب على طول فدي ما فيهاش مشكلة خالص ان احنا بنقوم اشعة مقطعية ومن خلال الاشعة مقطعية بنحط الزرعة على الكمبيوتر ونعمل الدليل الجراحي دي حاجة بلاستيكية تركب على السنان فيها اتجاه الزرعة بيتحط ازاي يعني ان لزا اا 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 اددية ديه ديه ونصف بيكون المريض مخلص كل الاجزاء احنا بنعملش على الكمبيوتر شوية طبعا هو بيشوفش كلامنا في ال backround الدكتور الجراح بيقعد يحط الزرعة على الكمبيوتر بقى ابروف بقول له اوكي الزرعة دي تمامي ام اخد الزرعة مديها للمعمل عندي ام اديها لو عاملها بالكمبيوتر يعمل له بدهلي الجراحي يجي المريض يحط الزرعة بتاعته في ديتين يمكن وبعدين اعمل اشعة تاني عشان نتطمن عليها. الفكرة في ايه ان انا النهاردة بقى موضوع بقى سهل قوي لان الموضوع غاية ما بيخدش دقايق فيش قلم دي ما بقاش فيها جراحة حتى لو حالة مثلا فك كامل وعندي مفيش مفيش اسنان خالص وعنديش عضل فبنبتدي برضى ان احنا بتبقى فتح الثغير وبنعمل مجال الصوتية والدنيا لطيفة يعني الموضوع جنرالي بشكل عام بقى اسهل باول بكتير جدا بقى العملية متخدش دقايق بقى الموضوع نسب النجاح وده اللي يهمني بقى الحقيقة نسب نجاح الكلام ده علية قوي يا دكتور عامي علية قوي 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 بقيت زي اه بالزبط اه واحد اه جاي يعمل اه اه عنده الفلوانزا كده انت بتعالجه من الفلوانزا نسب نجاح الفلوانزا تقول اه برسنت قد ايه فنفس القصة طبعا اه فيه طرق كتيرة بقى للتعديل الجزء العلوي بتاع الزرعة فيه ان انا ممكن اعملها مانيوال والزق عليها فيه ان انا بيجي لي جزء جاهز دلوقتي بالكمبيوتر ودي ميزة ندمتك الحقيقة الامي امبلنت ان انا قد راح احط ده بالكمبيوتر ومعامل مجهزه بالكمبيوتر ويبقى التربوش نفسه بيطربت على الزرعة اه الالوان والاتجاهات بقيت بمزاجي قوي بقى دلوقتي النهار ده مفيش اه حاجة تحكمني لا اصلا العظم عندي هنا فحط الزرعة في الاتجاه ده لا مش الكلام ده ولما حط الزرعة في الاتجاه ده طبعا انا استفدت ايه لمريض تبص لها ايه واحد حطط له زرعات طالع البر قوي وتلاقي ان هو بيضطر ان هو يحط له سنان عليها مربوطة اه قضي ملزوقة تبقى عاملالو ضب يقول لك انا سنان عاملالو ضب لا احنا ما الكلام ده ما بياناش بيانالو ليه السببين سبب الاولاني ان انا بخطط كل حاجة بالكمبيوتر دلوقتي والدحكة النهاردة اه 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 كنا انا محيط بتحط سنان وانتي بتحطها في فم المريض تفروب ان الشفة طالع على البر كلام ده انت هتشوف على الكمبيوتر دلوقتي هتشوف الشفة طلعت لبر تلاقي السنان طالع على مستوى الشفة نقطة اول مية نقطة التانية ان حدوطة اللي بتروبت ده اصبح ان انا ممكن اربط الكبري من فوق من هنا بس السنة تحت غير لما كنا زمان الزرع طالع هنا لازم حط السنة هنا فالحوادث اللي بتروبت دي اه حاجة لطيفة ومهمة وبقى اصبح اتخلت فيه تكنولوجيا نميلة فلينا نروح للمتهم والجاني والبريد من يقوم بالزراع ولا يمتلك جهاز السيرك هو مغامر في المقام الاول او بمعنى صح مرهق بشكل عنيف لمريضه الكلام ده اا يعني من يقوم بذلك يعني ده متهم ولا جاني ولا بريد بريد ان هو ممكن يعمله مش بسارك بحاجة تانية كمبيوتر برضو اصي السيرك ده اسم المنتج اه 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 فممكن يعمله بحاجة تانية كمبيوتر وتطلع نتائج حلوة اوكي بس انا اللي انا اقصده ايه الاشعة المقطعية اه 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 هي اللي هتخليه يحط الزرع يبقى شايف يا اما هيفتح عشان يشوف ودي كرسى يعني يعني حاجة لنهاردة اشتغلت زراع عملت اشعة المقطعية شفت العظم حطيت الزرع في العظم عرفت الاتجاه بتاعك عملت التخطيط حتى لو انت معندكش التول انك تعمل دليل جراحي بس انت فتح انت قلوة تفتح تعرفت فين كويس فانت النهاردة عامل زي بالزبط اللي بيفتح يدور على الكبت اللي بيفتح يدور على الكلا كويس غير لما بيعمل الصنار وانا بيعمل تاها بيعرف الحصوة فين ويخش عليها فهو نفس القصة هو عمل اشعة مقطعية عارف الزرع فين حطت اتجاهها وعارف مقاسها وعارف الكلام ده كله كنا زماني كنا لما بنيجي نعمل الضبعة كنا نفتح نتفرج وبقى معايا مقاسين اكبر ومقاسين اصغر في الطول ومقاسين اكبر ومقاسين اصغر في العرض فاجيب معايا 8 زرعاية تحطهم قدامي عشان اناق منهم واحدة ونجوا الجراحة فده اللي كان بيحصل في الهيستري دلوقتي لو دات عمل دي جريمة اذا سنذهب الى المنطقة الثالثة وفيها سنرى ماذا حدث لمرضاتنا التي كانت تتخوف تخوفا كبيرا من عالم الزراع وكانت ترى انها عملية فيها محيط وسيناريو ودرامة العمليات من فتح وغيط ومشاكل وقلم ووائل اخير اذا سنذهب الى الجزء الاخير نشوف ما هو الوا والشك واليقين تساقط الاسنان من الفم ينتج عنه او يعني يسبب مشاكل خطيرة تؤثر على الجسم من مشاكل في الهضم وقصور في عملية الهضم احراج شكل جمالي ايضا نموه بكتيري وبالتالي رواح سيئة واهم الشكل يقين طبعا يقين واضح يقين جدا طبعا يقين جدا مهم ان احنا هناخد بالنا ان اي فن مش موجودة هي هتأثر على ثلاث حاجات سنان لجنبيها سنان لقصدها حدوت المعضلات بتاعت الفك حجم التكون البكتيري والتنظيف بتاع المنطقة دي يعني انا عندي بيضة النهاردة بتقولي انا عندي بكتيريا جدا كتيرا جدا على الفك السوفلي على تركيبات عاملها على زرعات السباب انا مش شافي سبب ده انا حتى بابا استخدمهمش وانا حتى بابا استخدمهمش دي هي حضرتك هي الكارسي عدم موجود سنان مقابلة للاسنان دي المساجن بتاع المستيكيشن او التدليك اللاسة عن طريق المدغ وان الاكل يغبط فيه ده علي عامل تراكم البكتيريا وما فيش اي تنظيف بالالياف الطبعية بتاعت الاكل ده علي عامل الدنب مستخدمه هم مبيندلش عليهم حمل فيبتدي اتآكل عدم حواليهم باعلي عامل عامل كتيرا جدا تؤدي في النهاية العضو اللازي اللي هي استخدم يضمن فمهم جدا ان انا بعدم موجود سنة اخوتها اللي جنبها مش لقين حاجة يسنده عليها اخوتها اللي قصادها مش لقين حاجة يندوب عليها العدر اللي شدهم هم الاتنين مش شغالة الفك بيريح في الحتة دي عشان مش شغال الناحية دي اللي شغال فده هيتآكل شكل الوش بقى عندي الفك مائي الناحية الجنب والجنب التاني لا الحوال ف من مرحلة نمو الفك مش هينمو لان الفك بيريح بظهور الاسنان فالحوال ف مرحلة نمو والحتة دي مفهش سنة الفك مش هينمو فهيقع عندي الوش معهوه وتعديل وصعب جدا اا 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 ااخر حاجة خالص ان البكتيريا هتلاقي ايه جراش تركين فيه فيه حتة مابداها عربيات الناس هاترمي فيها الزبال فالحطة في الجراش لم يفعش عربية فالناس رابط فيها الزبالة هوا ده بالضبط السنة الحقيقي خلعتها والبكتيريا ركنت فيها خلينا نشوف الحالة بعد ما عملت الزراعة اللي كايت متخوف منها يا ترى قالت ايه؟ تعوني نشوف المعباد كان عندي المشكلة ان انا ما ابعرفش عاد حد باي باي مان كانوا بيقولولي روحي ونصف ازراعي الدرس يعني عشان يتحاكي براحتك ومعم فيش اي مشكلة بس انا في جدانة جدا فتألت عن الموضوع زراعي الدرس ده قالولي ان فيه مشكلة وفيه فتح وفيه جراحة وانا بخاف جدا من حاجات دي بس جيت هنا عند دكتور شادي اقلان لا ما فيش ولا جراحة ولا اي حاجة من دي ممكن تحصل رفت عملت عشان وشفت بنفسي ان الدرس متضمر ومفوش اي حاجة ولازم ان انا ازعوه جيت هنا دكتور شادي ويقانا اقفتح تقيبه عشرة باي عشرة باي بالضبط انا اندرجت ان انا محسيتش على عمالة قولي يلا دكتور يعني خلص عشان انا خايفة جدا بس انا مش حاسة بحاجة بحاجة فالما قالي انا فجئت ان هو قالي لا انا خلصت باي دي كانت حاجة بالنسبة لي يعني انجاز ان انا اول مرة جد جد يعني اقفتح تقيب دكتور محسيت باي حاجة حتى حولة الدنج انا محسيتش بايها اصلا يعني انجاز ان انا لقيت حاجة درسة الزراع من غير جراحة من غير الام من غير خياطة من غير اي حاجة بجد في عشر دقايق كنتم خلصوا كل حاجة من غير اي الام خاسي يبقى طبعا الزراع عالم لا ينتهي في الحوار ويبقى حوارنا في الناس الحلوى يختلف عن حوارنا في الدكتور طبعا خيمة علمية متميزة اسم اكاديمي رائع واداء مهني على اعلى المستوى ويعني شيء مهم ان نبه مهموم بقضايا عالمي اسمه عالم طب الاسنان اه انا مهتم جدا بقضية وطني الاصغر اللي هو الشغل بتاعي لكن وطن الاكبر هو كل مريض اسنان وكل مريض بيعاني من مشكلة في مصرين الحد بالب في الوطن العربي ايضا الحوار كان اكثر من رأى ما ضيف العزيز الستبتر شبع الحسين ولكن يبقى دائما الحوار مع نفس الحلوى